كالمتوقع خرج الاتهام الروسي واضحا تجاه واشنطن بالمسئولية عن الهجوم الذي استهدف بواسطة طائرتين مسيرتين مبنى الكريملين في موسكو وأحبطته الدفاعات الروسية محاولات كييف وواشنطن إنكار أي مسئولية لهما سخيفة تماما نحن نعلم أن القرارات المتعلقة بمثل هذه الأعمال الإرهابية لا تتخذ في كييف بل في واشنطن من جهتها تم في أوكرانيا أي صلة لها البتة بهذا الهجوم بينما نددت بموجة أنشطة إرهابية وتخريبية غير مسبوقة على أراضيها بل تجاوزت هذه المسألة وطالبت في المقابل بمثول الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمام العدالة بسبب حربه ودعا زيلينسكي إلى تأسيس محكمة لجرائم الحرب منفصلة عن الجنائية الدولية لا بد أن يشعر المعتدي بالقوة الكاملة للعدالة المحكمة هي المؤسسة الوحيدة القادرة على الرد على جريمة العدوان الأصلية وليس حلا وسطا يسمح للسياسيين بزعم أن القضية انتهت وعلى الصعيد نفسه رفض البيت الأبيض الاتهامات الروسية قائلا إن الكريملين يكذب في ادعاءاته وجدد التصريح بأن الولايات المتحدة لا تشجع أوكرانيا أو تتغاضى عن ضربها أهدافا خارج حدودها وأكد لكم أن الولايات المتحدة غير ضالعة في هذا أي كان ما حدث فنحن غير مطورتين فيه لا علاقة لنا بهذا وبينما يحتدم الوضع حذر الاتحاد الأوروبي روسيا من استغلال هذا الهجوم المفترض ذريعة لتكثيف الهجمات في أوكرانيا ومع هذا تصر موسكو على الاحتفاظ بحق الرد على تهديد قيادتها بالإجراءات الانتقامية التي تراها مناسبة لتترك المراقبين في تساؤل في أي صورة سيأتي الرد الروسي هذه المرة وهي التي شنت عملية عسكرية واسعة على أوكرانيا منذ أكثر من عام ردا على تهديد الأطلسي لنفوذها في المنطقة ترجمة نانسي قنقر